موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين صباح النصر والتمكين إن شاء الله تعالى أنا اليوم سعيد قدام بهذا يعني اللحظات التاريخية الذي نبدأ بها في حوار قنوبي قنوبي يعيد للقنوب وشعبه وأرضه قوة وعزه وتمكين الأخوة والأخوات المناظر والأحرار من كل ألوان الطيف القنوبي نحييكم باعتزاز وشموخ وأنتم تدشنون هذا اللغاء التشاوري القنوبي المبارك من قلب عاصمة القنوب الأبدية عدن الحبيبة عهداً قديداً من النضال وتضعون لبنةً أخرى في مدماك تعزيز وحدة الصف القنوبي وتقويت وتماسك لحمته مؤكدين بذلك نهج الحوار كوسيلة حضارية لحل الغضايا وإنهاء التباينات السياسية ومقسدين نهج التصالح والتسامح والتضامن القنوبي الذي شكل الركيز الصلبة لإنطلاق مسيرة ثورة الحراكة القنوبي السلمي وتبديد الرهانات القائمة على تمزيغ صف شعبنا وتشتيت قواه المناظرة كمدخلاً لإضاف قضيتنا الأم وأشغال شعبنا في صراعة هامشية عن هدفه وغايته الأسماء باستعادة وبناء دولته الفيدرالي المستقلة على حدود الدولتين قبل مايو 1990 الأخوات والأخوة الحاضرون إن أنعقاد لقاءكم هذا بالتزامن مع الذكرى السادسة لإعلان عدن تاريخي في الرابع من مايو 2017 لهو تجزيداً واضحاً وتأكيداً قوياً على التزامنا جميعاً بما عبرت عنه الإرادة الشعبية القنوبية في ذلك اليوم التاريخي من التفاف واسع حول مشروع استعادة الدولة والتي حملتني مسؤولي تنقسيماً لغيادة وتمثيل شعب القنوب وفوضتي بإنشاء كيان سياسي لإدارة سؤون القنوب على قاعدة القنوب لكل وبكل أبناءه وهو ما تحقق بإعلان تأسيس المجرس الانتقالي القنوبي في الحادي عشر من مايو 2017 والذي مثل نتاجاً لقهد تراكمياً لنضارات شعبنا القنوبي بمساره السلمي والكفاحي التي اختطهما الحراك القنوبي السلمي والمقاومة القنوبية وقد شكل المجرس الانتقالي القنوبي منذ تأسيسه رافعة سياسية لقضية شعب القنوب استطاع خلال سنوات قليلة أن ينتقل بها إلى مراحل متقدمة عززت حضور القنوب وقضيته الوطنية على مختلف المستويات وبات من الصعب تقاوزه أو الالتفاف على قضيته الأخوة والأخوات الحاضرون إن التاريخ سيحفظ لكم مكانة متميزة في أنصع صفحاته وستشهد لكم الأجيال القادمة بأنكم كنتم عند مستوى المسؤولية التاريخية وكنتم قديرين بثقة شعبكم فلقد أثبتتم فعلاً إنكم من المناظرين الثابتين على العهد الذين يتصدرون اللحظات التاريخية بشجاع وحكمه واضعين مصلحة وطنهم وشعبهم فوق كل مصلحة واعتبار إن شعبنا اليوم أمام محطة تاريخية مهمة وحدثاً استثنائي لبدء مرحلةٍ جديدة ومختلفة تجعله أكثر قدوة وقوة على مواقهة التحديات وأشد صلابة وثباتاً في نضاله للوصول إلى غاياته وتطلعاته السامية التي قدم في سبيلها دماءً طاهر غزيرةً للآلاف من خيرة أبطال القنوم الحاضرون جميعاً إن هذا الحشر المبارك الذي يضم هذه المجوز السمراء التي كتبت بدماءها وعرقها تاريخ ثلاثة عقود من النضال في ساحات الكفاح وجبهات التضحية بمواقهة قوى الغزو والتسلط والنهب لم يكن ليجتمع لو لا الجهود المخلصة والصادقة التي بذلها الجميع دون استثناء ونجدها مناسبة لنحيي بإقلال الجهود الكبير التي بذلها فريق الحوار الوطني الجنوبي في الداخل والخارج والذان خاضى مارثوناً طويلاً من اللقاءات والنقاشات مع مختلف المكونات الوطنية الجنوبية أدابة الجليد وحققت توافقات حول معظم الغضايا والأطروحات مثمنين أيضاً تعاطي الجميع الإيجابي والمسؤول مع فريق الحوار مع فريقي الحوار وحرصهم على إيجاد أرضية مشتركة يمكن الانطلاق من هذا العمل وفق القوازم المشتركة بين الجميع كما نحيي أيضاً الجنود المجهورين من غيالة السياسية والعسكرية والباحثين والمشايخ والوقهاء والوجاهات الاجتماعية ورقاء الأعمال والإعلاميين وكتاب الرأي ومنظمات المجتمع المدني الذين أسهموا بجهود ذاتية وقدموا أدوار قليلة في سبيل تعزيز الاصطفاء الوطني القنوب المناظر الأحرار رفاق رحلة الكفاح الطويل إنما نشهده اليوم يؤكد مصداقية وجدية توجهات المجلس الانتقالي القنوبي منذ تأسيسه إذ انتهج الحوار وأكد التزامه وتمسك به ورغبته الحقيقية في الشراكة مع كل المكونات والقوى القنوبية في سبيل الدفاع عن حقوق شعبنا وحماية مكتسباته ونقدر اليوم دعوتنا الاستمرارية الاستمرارية لحوار مع القميع بدون استثناء أحد وهو موقف ثابت وهو موقف ثابت آمنا به ولن يتغير وكلنا ثقه بأن القميع عند مستوى المسؤولية الحاضرون الكرام بدل المجلس الانتقالي القنوبي على مدى خمسة سنوات جهود مضنية وحراكا واسعا على مختلف الأسعدة والمستويات حقق فيها العديد من الإنجازات وأقام بنية مؤسسية صلبة لحمل أهداف شعبنا وإدارة شؤونه وحماية مكتسباته وتحقيق تطلعاته وتأكيدا على نهجنا في العمل على تطوير وتحديث الهيكل التنظيمي والبناء المؤسسي للمجلس الانتقالي وإشراك الجميع في العمل الوطني فقد عملنا خلال أشهر المنصرمة بالتزامن مع جهود الحوار على إعادة وتوسيع هيئات المجلس الانتقالي وتحديث وثاقة بهدف تطوير آلية العمل واستيعاب القوى غير المنظوية والاستفادة من مختلف الكفاءات الجنوبية الفاعلة الأخوة الحاضرون إن المرحلة مفصلية وحافلة بالأحداث والمتغيرات المهمة التي سترسم على ضوءها خارطة مستقبل منطقتنا وهو ما يطلب مننا أن نكون بحجمها وعند مستوى تحدياتها يقضين لأي محاولة لتشتيت الجهود وأهدار الطاقات في تباينات هامشية إن الثقل الآمال كبيرة وعريضة في أن يختتم هذا اللقاء مداولات بنتائج إيجابية وأن يكون نقطة انطلاق قوية داعمة وبقوة لنضالة شعبنا وتعزيز مكانته وحضوره وحماية قضيته الوطنية من أي استهداف أو إرباك يراد به النيل من تطلعات شعبنا ومكتسباته الوطنية الأخوة والأخوات لا شك إنكم تتابعون تطورات العملية السياسية وقهود المجتمع الدولي لوقف الحرب بعملية تسوية سياسية تسوية شاملة وفي هذا السياق نقدد موغفنا الدعم لقهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك جهود المجتمع الدولي التي تقودها الأمم التحدة والهادف إلى وقف الحرب وأحلال السلام مذكرين بمحورية وأهمية قضية شعب القنون كمرتكز للحل ومفتاح للسلام المستدام مؤكدين في الوقت ذاته بأن شعبنا لن يسمح بأي ترتيبات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية تمس في قوهر قضيته ومصالحه الوطنية يا أبنى شعبنا القنوبي المناضل ندرك معاناتكم جراء تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية وتعطيل المؤسسات الإيرادية التي فاقمت الأوضاع الإنساني ونؤكد لكم بأن احتياجاتكم هي أولوية بالنسبة لنا وسنوليها دائماً اهتمامنا الكامل إذ كانت قضايا لمعالقة الوضع الاقتصادي وتحسين المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية في محافظات القنوب المحرر في طليعة شروطنا للإنخراط في عملية الشراكة المنبثقة عن اتفاق ومشاورات الرياض ونعمل حالياً في إطار مجلس القيادة وحكومة المناصفة وبالتعاون مع عدداً من الدول الشقيقة والصديقة وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل انتشال الوضع الاقتصالي المتردي والحد من تبعات الأزمة على الأوضاع الإنسانية يا أبناء قواتنا القنوبية الباسية للأشاوس أنتم سند القنوب وسياجها المنية ندين لكم بما تحقق من أمن واستقرار في مختلف محافظات القنوب وأنتم تذودون عن حياظ الوطن في جبهات الشرف والبطولة والفداء ونعاهدكم إنكم ستظلون محطة اهتمامنا ورعايتنا وسنعمل بكل ما أوتينا من جهد وأمكانيات من أجل تطوير قدراتكم ومهاراتكم وتنظيم جهودكم وتأمين احتياجاتكم كما نترحم على من سبقون من الشهداء الميامين الذين افتدوا بالقنوب بأرواحهم مؤكدين بأننا سنظل أوفياء وثابتون على المبادل التي ضحوا من أجلها ولن نحيد عنها مطلقا ختاما نقدر للتحية والتهنئ لكم بإنعقال هذا اللقاء آملين أن يخرج بالنتائج المأمولة والتي ترتقي إلى مستوى تطلعات شعبنا وتواكب تحدياته بالحاضر والمستقبل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة